تستمر محاولات رئيس النظام السوري بشار الأسد بالارتماء في أي دولة قد تخرجه من عزته ومن أزمته الاقتصادية التي خلفتها حربه على السوريين منذ مطالباتهم بأدنى حقوقهم في العدل والمساوة وحرية تقرير المصير صحيفة نيويورك تايمز صلطت الضوء على زيارة رئيس النظام للصين من موابة إعادة الإعمار وتمويله لهذا الغرض مؤكدة أن الزيارة تتزامن مع محاولات الصين تقديم نفسها كدولة مؤثرة ومهمة في الشرق الأوسط وكشريك للدول التي يرفضها الغرب زيارة الصين يطمح النظام السوري من خلالها لاستثمارات تخرجه من وضعه المترد بسبب العقوبات الأمريكية والغربية حيث ترفض هذه الدول تمويل إعادة الإعمار دون تسوية سياسية شاملة ينص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 2254 حيث تتم بموجبه عملية انتقال سياسي وكتابة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف أممي مراقبون أكدوا أنه من غير المتوقع أن تضع الصين شروطا إصلاحية تخدم السوريين كشعب مقابل المساهمة في إعادة إعمار سوريا فهي التي دعمت موقف الأسد إلى جانب روسيا واستخدمت الفيتو لصالحه في مجلس الأمن الدولي عدة مرات وعلى المدى البعيد ترى الصين في ميناء لذقية مكانا استراتيجيا مهما لطموحاتها ولوضع موطئ قدم لها في الشرق الأوسط على الرغم من أنها كانت تحاول ممارسة حضور متواضع في سوريا بحسب باحثين في جامعة فريبورغ الألمانية زيارة رئيس النظام ومحاولاته ليست سوى كالمستجير من الرمضاء بالنار بحسب موقع The National الذي نقل عن مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي تأكيدهم أن المساعدات الصينية للنظام لن تتحقق جراء رفضه لعملية سياسية شاملة وما دامت العقوبات الأمريكية والأوروبية مفروضة عليه